من أجل التأهيل إلى الدور الممتاز للأندية العراقي للريشة الطائرة أقيمت بطولة أندية الدرجة الأولى للمنطقة الشمالية في كاركوك وعلى قاعد نادي كيوان بشراف الاتحاد المركزي للريشة الطائرة وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي بمشاركة 14 ناديا موزع على مجموعتين يتأهل من كل مجموعة فريقان اثنان إلى المربع الذهبي حيث يتأهل الفائز بالمركز الأول إلى الدرجة الممتازة غاية من البطولة أن تتعرف هذا أكثر من سنوات ما نسمع بطولة التأهيل من درجة أولى إلى ممتاز العام 2023 أول بطولة الدولة الدرجة للتأهيل الممتاز بمشاركة 14 فريق منطقة الشمالية وعلى قاعد نادي كيوان الرياضي بمدنية الكاركوك الحمد لله وشكرا للموجود اللاعبين الجديد ومستوهم عالي إن شاء الله يمثلون من المستقبل منتخب الوطن العراقي ستون لعبا يمثلون الأنديا المشاركة في البطولة يحمل كل منهم أملا في تأهل ناديه إلى الدرجة الممتازة لكن هذه الرغبة تصطدم لمشاركة عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين يمثلون المنتخب الوطني للريشة الطائرة من خلال استقدامهم من قبل بعض الأندية بما يقلل من حضوض عدد كثير من ناعبي الأندية الأخرى طبعا هي بطولة تنظيمها جيد حكام جيدين الفرق المشاركة فرق جيدة والحمد لله أن بطولة ناجح إن شاء الله الفرق المشاركة يعني أغلبيتهم كركوك وهي البطولة صارت هذه المنطقة الشمالية بطولة تأهيلي فأني لاعب غازة شمال هادي سلمان خلف لاعب ماتة غازة شمال الحمد لله وشكري أنا بطولة جيدة تنظيم جيد وأشكر الاتحاد على هذه البطولة الجيدة وإن شاء الله التوفيق لكل الأندية والله أداهم جدا ممتاز يعني ومثل ما تقول يعني كرياضة كلعبة مثلا أندية الشمال يعني زين دوري لا بأس به وبعد نهاية منافسات اليوم الأول من البطولة تمكنت أندية صلاح الدين وغاز الشمال وخاك ورياض من الوصول إلى المربع الذهبي لتحديد الفائز بالمركز الأول جير سعيد زاقروس تي في كاركوك ترجمة نانسي قنقر